وصفت بريطانيا استخدام ميليشيا الحوثي لانقلابية العنف الجنسية كسلاح ضد النساء بجريمة فضيعة ومخزية جاء ذلك في تصريح للممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاع لورد طارق وتغريدة للسفير البريطاني لدى اليمن وقال لورد طارق إن قرر مدس الأمن الدولي رقم 2564 فرض عقوبات على سلطان زاب وبيّن بوضوح بأن المجتمع الدولي لن يتساهل تجاه ممارسات التعذيب والعنف الجنسي الفضيعة في مناطق الصراع وأضاف من العدل والحق فرض عقوبات على زاب بسبب الحملة الممنهجة الشنيعة من الاعتقال والحجز والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب التي مارستها إدارة التحقيق الجنائي التي يرأسها وتابع إن استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة فضيعة ولسوف تواصل المملكة المتحدة فضح مرتكبي هذه الانتهاكات ومحاسبتهم من جهته قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة مقززة ومغزية